شارك المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي في نسختي الثانية في الرياض الذي ينعقد تحت شعار نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثقة ومرينة في إفريقيا وغربي ووسط أسيا وصرح الملة بأن هناك دعما وتعاونا بين مصر والسعودية في إنشطة متنوعة ولسيما مجال التعدين منذ عدة سنوات مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية موضحا أن مصر تضع نصب أعينها التوسعة في الصناعات التكملية التي تقوم على المعادن المختلفة التي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة